هذا وتتواصل الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا عبر تكثيف تقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها وفق أفضل المعايير الدولية حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين والذي يتطلب استمرار الوعي المجتمعي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بذات العزيمة والإصرار أبطال لا يعرفون الكلل والملل في مواجهة واحدة من أكبر الجوائح التي تعصف بالعالم منذ عقود وانجازاتهم رفعت قدرة مملكة البحرين على مواجهة هذه الجائحة ما جعلها مثالا يحتذى به عالميا في كيفية التصدي لجائحة كوفيد-19 بدعم كبير لجهود الفريق الوطني الطبي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبفضل دعم سموه اللامحدود لم يذخر الفريق الوطني جهدا في مواصلة تكثيف حملاته التي تمثلت في الكشف عن المصابين بفيروس كورونا وتقديم الرعاية لهم تزامنا مع مواصلة تكثيف الفريق الوطني حملة التطعيم الشاملة لأخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا وهذا ما يؤكد حرص المملكة على حماية المجتمع خصوصا للفئات الأكثر عرضة للإصابة عبر توفير شحنات التطعيم واستمرارية استيرادها من الشركات المصنعة كفاءة فرق العمل حافظت على أدائها بشكل لافت حيث أن الخدمات الطبية التي قدمت من خلال مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية المنتشرة في جميع المحافظات قامت بعملها بشكل طبيعي في مختلف مراحل التعامل مع الجائحة بل ضعف الفريق الوطني جهوده في حملة التحصين لمواجهة الجائحة خلال شهر مارس الجاري عبر وصول 300 ألف جرعة إضافية من التطعيم وتبقى جهود الفريق الوطني مرهونة بالوعي المجتمعي لتخطي المحن والوصول إلى بر الأمان من خلال مبادرة المواطنين والمقيمين بالتسجيل لأخذ التطعيم المضاد للفيروس وهو ما يسهم في دعم الطاقات المبذولة للتصدي للجائحة واكتساب مناعة مجتمعية كافية لمنع انتقال الفيروس بالإضافة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة